ترجمة نانسي قنقر الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الخيرية الملكية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر سلسلة من المشروعات الإنسانية والإغاثية والتنمية المستدامة ضمن استراتيجية المؤسسة الخيرية الملكية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تم توقيع مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمان بين المؤسسة الخيرية الملكية البحرينية والجامعة الإسلامية في غزة حيث تقوم بمجابها المؤسسة الخيرية الملكية بكفالة خمسة من طلاب كلية الطب في الجامعة الإسلامية في غزة وبشكل دائم ومستدام الاتفاقية جدا مهمة لأن ما في شيء أغلى من الفكر ومن العلم وعطاء الكرامة للإنسان بتثقيفه وتشجيعه ومثل ما قلت رمز للمحبة بين القيادة بين جاءة الملك وفخامة الرئيس محمود عباس طبعا هاي امتداد لمشارع كثيرة البحرين تقوم مساعدة لعدة دول من فلسطين إلى نيباري إلى باكستان إلى صومال بس لفلسطين مكان خاص في قلب جاءة الملك توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاء الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قامت المؤسسة الخيرية الملكية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإنسانية والتعليمية في قطاع غزة انطلاقا من مواقف الثنائية لمملكة البحرين تجاه شقيقتها فلسطين كانت هذه المبادرة الكريمة من المؤسسة الخيرية الملكية بدعم خمسة من طلب الطب طبعا طلب الطب هم من الطلبة المتفوقين ثم أن هذه الاتفاقية وهذا الدعم هو دعم مستدام إن شاء الله لهؤلاء الطلبة حتى ينهي دراستهم ثم يستبدلوا بآخرين ونحن نأمل إن شاء الله بأن تكون هذه بكورة عمل مستدام ومتسع إضافة المساعدات الفورية الضار أثناء أي حرب أو اعتداء ومعروف عن وحرين أن أول دولة تدخل أثناء القصف لمساعدة لشقة أكملنا المرحلة الأولى الحمد لله من مشاريع جاءة الملك ببناء مدرسة ومركز طبي ومكتبة في فاخورة مصنع الأطراف صناعية مركز علمي في جامعة غزة اللي وقعنا معهم لتباقية تعليم الطلب الطب واليوم لولا الحصار على غزة لكنا موجودين الآن لنفتتح مشاريع جديدة على حافة الانتهاء منه كما قامت المؤسسة الخيرية الملكية بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في عادة أعمار غزة على مرحلتين ببناء الصروح التعليمية من مدارس ومراكز صحية ومكتبات عامة تشمل مكتبة عامة في القدس الشريف بالبلد القديمة وعلاج 1400 معاق وبناء المختبرات التعليمية ومختبرات الحاسوب لمكفوف البصر والمساعدات الإنسانية العاجلة استجابة لنداء دولة فلسطين زيد الخليفات تلفزيون البحرين عمان